بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسول يا أخوانا انتبه معي اترك الكتاب يا رجل اترك الشر العقيدة الواسطية قبل أن نبدأ لابد أن نسأل عن أشياء مهمة جدا إن شاء الله مهمة الأول لماذا ندرس العقيدة الواسطية لماذا لأننا طلاب والطالب لابد يرجع للعلماء ورجعنا للعلماء رحمهم الله أرشدوا بأن الطالب يبدأ بكتاب التوحيد قبل هذا الأصولة الثلاثة كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية نصيحة العلماء وهذا الكتاب في ماذا في الأسماء والصفات لماذا ندرس الأسماء والصفات لا يمكن أن يكون أي إنسان موحد أو مسلم إلا بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة صح لو أنكر توحيد الأسماء والصفات والله كافر كفر أكبر حياة القلوب تعرف على الله أشرف العلوم علم أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه أعلموا النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وأمر الله سبحانه وتعالى به ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذروا أتركه حتى لا نقع فيما وقعت في الفرق الضالة وذروا الذين يلحدون في أسماءه دخول الجنة هذا العلم من ثمرات هذا العلم دخول الجنة قال من أحصاها دخل الجنة وغير هذا طريقة الدراسة طريقة الدراسة أهم ما يكون كيف ندرس هذا الباب أولاً دراسة هذا الباب من الكتاب والسنة الصحيحة الغرض من الدراسة ما هو تعظيم الله إذن لابد أن تعظم الله سبحانه وتعالى ليس كما تدرس يعني ترجمة فلان من الناس لا ولهذا الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء طعطع رأسه وعلاه الرحضاء العرق يعني أمر عظيم كيف هذا يسأل عن الكيفية كيف كيف يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى وغضب عليه وحق له والله إن يغضب على هذا قال أخرجوا الرجل فإنه مبتدع إذن الغرض هو تعظيم الله في الدراسة لا تسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضو الله عليه لماذا؟ لأنهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وعلم الخلق بالله إذن تسكت ولا تتكلم بكلمة إذا أشكل عليك أي شيء في باب الأسماء والصفات اشتغسنا تقول عند العلماء قاعدة آمن تهتدي القاعدة تقول آمنت صدقت سلمت لا تقول كيف تقول آمنت صدقت سلمت أعلمنا الله بأنه ينزل ثلث الليلة الآخر وأنه فوق عرشه وعلمنا الله سبحانه وتعالى أن المصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي كيف لا تقول كيف ليس كمثل شيء والسميع البصير تقول آمنت صدقت سلمت مفهوم طيب عندنا خلاصة الخلاصة خلاصة هذا الباب ثلاث قواعد ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في الكلام على الاستواء وذكرها الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله يقول عندنا ثلاث قواعد إذا طبقت هذه القواعد في باب الأسماء والصفات أنت على طريقة السلف وارتعه القاعدة الأولى الإثبات تثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم الدليل وهو السميع البصير القاعدة الثانية التنزيه تنزه الله سبحانه وتعالى عماثلة الخلق والدليل ليس كمثله شيء القاعدة الثالثة أن المعاني معلومة كل ما في الكتاب والسنة يمكن وصول إلى معناه لأن خاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقل ونفهم وقال ليتدبروا آياته ولم يستثني شيء وأكثر ما في القرآن آيات الأسماء والصفات المعاني معلومة وقال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية ما استثنى شيء لا الأسماء والصفات ولا غير إذن المعاني معلومة والكيفية نؤمن أن لله كيفية تلق بجارة عظمته لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة ولا يحيطون به علم وانتهى الباب إثبات تنزيه المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة وانتهى الأمر وتقف على ما جاء في الكتاب والسنة هناك أشياء نعم لم ترد في الكتاب والسنة لا تتكلم بها لا إثبات ولا نفيا تركها يعني كلام هؤلاء المتأوكين والحيارة مفهوم وسوف يأتي معنا بعض المسائل زيادة على هذا إذن هذه طريقة الدراسة من أراد أن يدرس باب الأسماء الصفات على طريقة السلف والله أعلم يسير على هذه الطريقة وإلا نسى الله عافية السلامة انحراف عن هذا الطريق طيب اتفقنا أن أي كتاب نقتنيه ننظر إلى فارسة الكتاب العقيدة الواسطية من أسهل كتب شيخ الإسلام من أسهل كتب شيخ الإسلام سهلة واضحة من أراد يقرأ كتب شيخ الإسلام يبدأ بالكتب السهلة الواضحة يبدأ بالواسطية رفع الملام عن إمة الأعلام ولا يبدأ بدرع تعارض العقل والنقل ولا بالتدمرية ولا بالحموية ولا منهاج السنة النبوية خطأ خلل إذن هذه الواسطية تحتوي على القسم الأول مقدمة القسم الثاني الأدلة من القرآن القسم الثالث منزلة السنة والأدلة من السنة على الأسماء والصفات طبعا القسم الرابع هذا من أهم أقسام الكتاب ولهذا تحفظ الواسطية قول أهل السنة والجماعة في مسائل مختلفة في الأسماء والصفات في القضاء والقدر في اليوم الآخر في الصحابة في كرمات الأولياء في آل البيت في الأمور التي يرد بها على من يتكلم ويطعم في الصحابة رضو الله عليهم في 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 هذا القسم الرابع القسم الخامس فيه طريقة أهل السنة والجماعة العملية تطبيق وهذا من أهم ما يكون لأن العقيدة لابد أن تظهر على سلوك العبد لابد تظهر على عمله ولابد من العمل فهذا أمر مهم جدا كل ما في الواسطية مهم وانتهى الأمر السادس الخاتمة ومن العجب العجاب هذه الخاتمة شيخ اسلام وألف في معتقد أهل السنة و و و وبعد هذا في نهاية العقيدة ماذا يقول نسأل الله أن يجعلنا منه وأنت من من ما قال أنا شيخ اسلام وأنا رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة أنا إمام وأنا كذا وأنا كذا لا تبر من حولي ومن قوة وبعض الناس تنصح وتقول يا أخي اتقي الله طريقة السلف قال ليش أنا أعرف السلف والسلفية قبل أن تولد طيب شيخ الإسلام نعم إخوانا هؤلاء السلف لابد ننظر إلى تقواهم إلى ما كانوا عليه صدق الله ولهذا ندرس سمى هذه الرسالة بالعقيدة الواسطية لماذا لأن المؤلف كتب هذه الرسالة جوابا على سؤال ورد للشيخ الإسلام من واسط بلدة ولهذا سميت بالواسطية أو أن شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله كتب هذه العقيدة بعد الصلاة الوسطى بعد العصر وفرغ منها قبل المغرب ونحن في المعهد ندرسها في سنة وكتب الحموية بعد الظهر وفرغ منها قبل العصر واسطية لأنها بعد الصلاة الوسطى وقال أنه في وسط عمر شيخ الإسلام أُلفت هذا الثالث الرابع ذكر فيها وسطية أهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والأمة وسط بين الأمم مفهوم الخامس أن شيخ الإسلام والله أعلم هذه فاعدة توسط بالواسطية مع هؤلاء وحمى ثم حمى بالحموية ثم دمر بالتدمرية ولهذا لابد أن تسير على هذا الترتيب تتوسط أولاً ثم تحمي ثانياً ثم تدمر لكن تدمير علمي بالكتاب والسنة لا بالمخالفة شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل أسباب القوة عند هذا الرجل قالوا أهم سبب لديه الالتجاء إلى الله توحيد الله والإخلاص وكان وكان رحمه الله إذا أشكل عليه شيء أخذ يدعو والتجئ إلى الله كان لديه هم عجيبة في تحصيل العلم كان يراجع في تفسير الآية الواحدة أكثر من مئة مرجع في التفسير في الآية الواحدة قوة في التأليف يقول العلماء في ترجمة شيخ الإسلام شيخ الإسلام لا يعرف هذا الذي نصنع الأيام هذه في التأليف قص لسق قص لسق بحث في دقيقتين شيخ الإسلام كل كتب كل كتب شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل قائل لا ناقل يكتب من حفظ يكتب في يوم ما يكتب الكاتب المتمرس على الكتابة في أسبوع لم يؤلف كتاباً واحداً من أجل التأليف قال أريد أكتب كتاب أؤلف كتاب حتى ينتشر بين الناس ألفه فلان ابن فلان المحقق المنقع أسد المنابر الخطيبة المسقع ما يوجد هذا عند شيخ الإسلام لم يؤلف كتاباً واحداً من أجل التأليف ألف من أجل حاجة الناس كل كتب شيخ الإسلام هو فيها راد لا مردود عليه لم يثبت عن شيخ الإسلام أنه تراجع عن شيء من كتبه نعم رجع المؤلف رحم الله تعالى عن شيء من أقواله كما يحصل عند أهل الاجتهاد أما أن نرجع عن شيء من كتبه لا كذبوا عليه وأرسقوا به بعض الكتب دعاء ختم القرآن رسالة في جواز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن في القديم كان أعداء الشيخ شيخ الإسلام يقابلوا بالرد في هذه الأيام لا لا تغير الحال أعداء الشيخ الإسلام في هذه الأيام ماذا صنعوا أخذوا كتب شيخ الإسلام وحققوها ووضعوا فيها وزادوا نعم ونقصوا أشياء وبدلوا حتى جاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في مشروعه الذي أشرف عليه العناية بهذا التراث تراث شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الرجل كلمات أصبحت سائرة ومحفوظة من الطلاب بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيتنا يوقنون من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وغير هذا من الكلام تكلم حمى الله سبحانه وتعالى وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الرجل سبب لدحر وإيقاف ثلاثة من أكبر وأقوى وأضل الفرق الضالة من الصلاة والسلام حياة شيخ الإسلام كان رحمه الله يعني جاد في هذا الأمر لم يعرف لا اللعب ولا السخرية ولا استهزاء كان الذي يحضر لمجلس شيخ الإسلام يتذكر الآخرة لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام لا غيبة ولا نميمة يقول كان إذا جلس وتحدث تزدحم العبارة فيه من قوة استحضار رحمه الله إذا أخذ يستدل من القرآن يقول ينتقي من القرآن حيث شاء كأن القرآن بين يديه بل أنهم كانوا يقولوا حتى أكثر من هذا مجدد مؤلفات شيخ الإسلام لا يعرف في الإسلام مثل شيخ الإسلام في التأليف إطلاقاً لا يعرف في الإسلام مثل شيخ الإسلام له أكثر من ألف مؤلة إذا أرادوا تعذيب شيخ الإسلام أخذوا عنه أدوات الكتابة هذا التعذيب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى البعض يقول والله عجبني شيخ الإسلام إلا إلا ماذا إلا في أنه لم يتزوج قال لا ما يمكن إلا هذا الأمر شيخ الإسلام رحمه الله لم يتزوج لا رهبانية بل شغل رحمه الله بالجهاد والتأليف وسجن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يقتدي بعلماء السلف قال لا بد أسجن لا ما يمكن هو ما أراد أن يسجن أصلا مكنوا الله سبحانه وتعالى من أعدائه مكنوا الله سبحانه وتعالى من أعدائه وقال له السلطان ماذا تأمر في هؤلاء نعم إذا قال لك السلطان ماذا تريد نفعل في هؤلاء قال تركهم تركهم لله كان أناس في زمن شيخ الإسلام يدخلون النار ولا يحرقوا فجاء شيخ الإسلام إلى السلطان وقال ندخل أدخل أنا وهم إلى النار والكاذب تحرق النار فرحوا وقالوا نحرق شيخ الإسلام بهذا ونتهي منه ولا يرد علينا أحد فقال نخلع ما علينا من ملابس ونقتسل بكذا وكذا وندخل والكاذب تحرق النار عابوا على شيخ الإسلام أمور منها أنه لما تزوج ذكرنا عابوا عليه أنه لم يقبل شيء لا قليل ولا كثير من الناس عرضوا عليه أموال سلاطين أمراء يعطوا شيخ الإسلام أموال لم يقبل شيء أرادوا يقدحوا في شيخ الإسلام وإذا هم يمدحوا زهد وورع وإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا الكلام الذي ذكرنا علماء أهل السنة والجماعة يذكرون تراجم العلماء لكن نادرة لا دائمة لأن الميزان الذي يوزن مع عليه الناس بماذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن الميزان هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضو الله عليه وهذه الترجمة قلنا أن فيها هو فيها متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا خالف فمردود إذن لدينا أقسام في هذا الكتاب نبدأ بالقسم الأول قال رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نعم الحمد لله الذي أرسل رسولها بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة وهذه ميزة في مؤلفات شيخ الإسلام ويختار ويختار كل شيء جاء في الكتاب والسنة يعني هو متبع لا مبتدع رحمه الله بدأ بهذه المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يحمد العلماء في أول الكتب رحمهم الله لأن الله أنزلهم هذه المنزلة الحمد لله الذي أرسل رسوله أي كل الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام بالهدى هداية الدلالة والإرشاد ودين الحق الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب إن الدين عند الله الإسلام أي العمل الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وضد الحق الباطل ليظهره يظهر من الدين أو الرسول كلاهم نعم الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الدين وأظهر النبي عليه الصلاة والسلام ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا شهدا الله سبحانه وتعالى على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم شهادة قولية وشهادة فعلية فعلية نصره الله سبحانه وتعالى على أدائه وشهادة قولية بالآيات بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فهذا اعتقاد أهل فهذا العلماء اختلفوا في هذا يقولوا قال هذا هذا أين هو يكتب الآن يقول هذا هذا اسم إشارة يشير إلى ماذا قالوا أنه كتب الكتاب أولاً ثم بعد هذا كتب المقدمة وقال هذا أو هذا هنا الذي في ذهن شيخ لأن الكتاب تركب هنا قبل أن يكتب شيخ الإسلام هذا الكتاب لا قص ولا سن مفهوم نعم أو هذا باعتبار القارئ فهذا اعتقاد عقد تعقد عقد مع الله سبحانه وتعالى نعم فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة نعم اعتقاد الفرقة فرقة طائفة قلة من الناس يخذلون أن بعض الناس قال ولا خذلني فلان الحمد لله نعمة هذه من الله يخذلون ويخالفون أيضاً نعمة من الله سبحانه وتعالى منصورة منصورة ينصرهم الله وإن جندل لهم الغالبون ينصرهم الله لأنهم أرادوا نصر هذا الدين إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة لأنه لا تقوم الساعة إلا على شراء الخلق نصر العافية السلام أهل السنة لماذا سموا بهذا الاسم لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطنا والجماعة اجتمعوا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يتفرقوا إذن لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه ولهذا سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطنا واجتمعوا عليها وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره نعم هذا قد تقدم معنا ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف من الإيمان بالله لأنه قلنا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء الصفات وسيذكر الآن الأسماء الصفات وعرفنا توحيد الأسماء الصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذن الأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتجاوز القرآن والحديث كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من غير تحريف من غير تحريف ينحرف بها عما يجب فيها والتحريف إما تحريف في اللفظ أو تحريف في المعنى إما أن يحرف في الألفاظ أو يحرف فيه في المعاني في اللفظ يقول في الغالب هذا ما يقع إلا من جاه بدل أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله مثلا طيب وتحريف في المعنى تحريف في المعنى يقول استوى بمعنى استولى راجع إلى من؟ إلى الأخطر إلى أهل الكفر والضلال نعم وأنكر عن الله سبحانه وتعالى صفة استواء من غير تحريف ولا تعطيل تعطيل التخلي والتر يعطل إما تعطيل كل كتعطيل الجهمية ينكر كل الصفات أو تعطيل جزء كتعطيل الأشاعر من غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف تكييف يسأل عنه بكيف والتكييف محرم سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبنان تحريرا أو بالقلب تقديرا مثاله الشيخ أبو عبد الله أبو سلطان اشترى سيارة بورش 2016 فهذا يقول كيف هذه السيارة هذا سؤال عن الكيفية فهذا قال السيارة على صفة كذا وكذا وكذا هذا تكييف بماذا باللسان هذا لم يفهم رسم له السيارة في ورقة هذا تكييف بالبنان لم يفهم قال رأيت سيارة فلان قال نعم قال مثل سيارة فلان تراها الآن قال هذه السيارة مثل هذا تمثيل مفهوم طيب لا بالقلب بالقلب تقديرا الأخين هذا التمثيل سيأتي معنا بالقلب تقديرا مجرد ما قلت لدي سيارة بورش وقع في قلب هذا الشكل للسيارة صح لون أحمر لعله نعم طيب هذا كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك يعني ليس على خلاف ما تعتقد لا ما يمكن أن ندرك الكيفية مفهوم طيب لأنه ليس كمثلي شيء والقول بالكيفية والله كذب وافتراع على الله لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل والتمثيل أن يذكر له مثيل مفهوم نعم قال رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل نعم بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير إثبات والمعاني معلومة الكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة أنا أكرر هذا حتى يحفظ نعم فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته الإلحاد من اللحد في القبر النمائل يأتي الميل بها عما يجب فيها والإلحاد يقول إما في الآيات أو في الأسماء والصفات في الآيات الآيات الشرعية وآيات كونية إلحاد في الآيات الشرعية يقول القرآن مخلوق إلحاد في الآيات الكونية يقول الطبيعة تخلق الأشياء إلحاد في الأسماء والصفات أن ينكر الأسماء كلها وبعضها أو يثبت الإسم وينكر الصفة يجعلها دالة على التمثيل يشتق منها أسماء للأصنام اللات والعزة ومناه أو يسمي الله بما لم يسمي به نفسه علّة فاعلة وقادر على الاختراع وثالث ثلاثة نعم ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لا يمثلون صفات الخالق الكامل بصفات المخلوق الناقص لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه ونحن صلى الله عن نبي محمد وعلى الصحيح